أصدر قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدة قراره الظني بحق شبكة مؤلفة من 27 شخصا من لبنانيين وسوريين تعمل لتحويل الأموال إلى تنظيمات إرهابية لاسيما داعش والنصرة من خلال مراكز صيرفة كان الأمن العام اللبناني قد دهمها في وقت سابق وأوقف أصحابها في عدد من المناطق اللبنانية وفي خلال التحقيق اعترفوا معظمهم بما نسب إليهم وأدلوا بإفادات أنهم أنشأوا محال لبيع الألبسة بطلب من شركائهم في سوريا لتغطية تحويل الأموال وقد جاء القرار الظني بحق كل من أحمد رومي وخليل عودة وعماد قطشي ورائد حاج علب ومحمد سمير بيان بتهم تمويل الإرهاب وبحق كل من فيصل حاج وعلي شادي برهم ونضال حاج علي وسليمان باطش وعبد الكريم موسى ومحمد موفق غنام ومحمد سعيد اللو ومحمد جميل زيدان وحسين عبد الرزاق وسلطان عبد الرزاق بتهم تداول الأموال بطريقة غير شرعية وخارج النظام المصرفي اللبناني بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتداولة والتهرب من الضوابط التي ترعى هذا النوع من العمليات كما ظهر بحسب التحقيق أن هذه العمليات كانت تجرى عبر مبالغ نقدية كبيرة تتراوح من مائة ألف دولار ومليون دولار مع أشخاص لا يعرف بعضهم بعضا مستعملين كود من خمسة أرقام أو أرقام هواتف خلوية أو لقب وذلك من دون استخدام أي قصاصة ورق بحسب ما ظهر في القرار الظندي ولدى سؤال المتهمين عن الأسباب جاءت لإجابة ولو على ثقة إلا أن المحققين أشاروا إلى أن المسألة كانت خوفا على حياتهم أكثر منها ثقة إذ على سبيل المثال المداء عليه أحمد رومي اعترف بأنه كان على علم بأن الأموال تذهب لمصلحة تنظيم داعش في منطقة القلمون عبر جمعية خيرية في عرسال تدعى البنيان المرصوص وهي غطاء لنقل وتحويل الأموال والدعائها بالمتاجر بالألبسة وتابع بإفادته أنه سأله شخص يدعى على أناصر باستثمار مليون دولار في مشروع ما فأجابه بالرفض القاطع قائلا إنها للمجاهدين ورقبة على المحك ويشير رومي في المحضر إلى أنه كانوا يحولوا أموالا عبر الأوم تي إلى جورجيا وقال إنها أموال لنساء جورجيات يعملن في دمشق لبيع الثياب على البسطاط يرسلن هذه الأموال إلى عائلاتهن كما حول أموالا إلى تركيا لسوريين يريدون السفر إلى ألمانيا بناء على طلب أهلهم في سوريا